نروح لتفاصيل حلقة النهاردة سويسلي مارس الكولر نحن عارفين طبعا الراحة تنتهي نهاردة اخر ايام الراحة السلبية بكرا ان شاء الله الفريق يرجع يتمرر مرة تانية والنهاردة مارس الكولر هيوصل طلب قبل ما يوصل انه الجهاز الطبي او دكتور احمد ابو عبلا يعني المسؤول عن الجهاز الطبي يجهز له تقارير تخص سبعة من العاب النادي الاهلي قبل ما يرجع الفريق يتمرر مرة تانية العابة هي اليو ديانج السلية متولي كهربا محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي لطفي وهو عايز يعرف يعني على المستجدات الخاصة بعملات تجهزهم وتأهلهم عشان يبتدي يدخلهم في التامريات خلينا اقول لكم انه مبدئين يعني اعتقد ويمكن حتى من قبل الرحة السلبية كان ديانج وكان السلية وكان ربيعة دخلوا بشكل تدريجي كده في التدريبات لكن الوضع بالنسبة واعتقد علي لطفي وكهربا كان عندهم نزل برد فيعني الدنيا ان شاء الله بإذن الله هتكون كويسة ويمكن متولي ومنعم اللي ما يكونوش جهزين او ما يبتدوش او ياخدوه بشكل جزء يعني جزء من الميران او البرنامج التأهيلي بداية من بكرة ان شاء الله مع استقناف العودة للتدريبات بمناسبة الاهلي وطبعا انتوا عارفين اللي هيغيب كده كده معلول معلوله في قطر عشان مع منتخب تونس في البطولة بنتمنى ان الحقيقة مش عارف اقولها لكم ازاي بس اقولها لكم يعني تونس مش شايفها لها فرصة كبيرة اوي في البطولة اتمنى طبعا كل المنتخبات العربية لكن هشجع تونس عشان معلول يعني ده شيء ما فرص نقاش وكل او اجلب لعبة النادي الاهلي تواصلوا في الايام الاخيرة مع معلول عشان يعني يحمسوه يدعموه وبإذن الله ان شاء الله نفسي واحد حتى من المنتخبات العربية المغرب تونس مغرب تونس او السعودية او حتى قطر يعني انها تروح لبعيد في البطولة لكن شايف فرص المنتخب المغربي والسعودي الى حد كبير كويسة والنهارده هنتكلم هيشرفنا فاروق عصام وهيكون معنا واحد من النجوم تونس اللي يفتكره طبعا واحد من اهم من النجوم المنتخب التونسي البرازيلي الاصل التونسي الجنسية خسيك رايتون هيكون ضفنا النهارده في السادسة ونتكلم معاه على فرص المنتخب التونسي طبعا نتكلم على منتخب الحقيقة عريق على مستوى المشاركة في البطولات كاس العالم نتكلم على ست مشاركات لكن لغاية دلوقتي مقدرش او ما نجحش المنتخب التونسي في انه يكسر حاجز تأهل عن مرحلة المجموعات يعني دايما بيخرج من دور المجموعات لكن يحسب لي انه الحقيقة قدر يتأهل ست نسخ في بطولة كاس العالم ترجمة نانسي قنقر